اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في جدول الاحتفاء السنوي بمناسباتنا الوطنية الحقيقة شرفت بالترشيح وسعت بتكليف بانجاز اللوحة الاخيرة الختامية للأوباريت بصادر ساعاتي مختلفة منها انه انا كذلك انه ضمن فريق من الشعراء الكبار على رأسنا تاجنا شاعر العظيم صاحب السمو مهندس الكريم امير بدر بن عبد المحسم الحقيقة هذا مصدر فخر واعتزاز ثاني بعد مصدر فخر واعتزاز المشاركة في المناسبة العظيمة التاريخية هذه موسيقى كانت في فكرة حاضرة فكرة عظيمة اللي هي مدى الولاء والانتماء للوطن وقيادتها فحاولنا انصيغ فكرة اللوحة من خلال هذا الاطار وتقديم رسائل خاصة معنية للكبار والصغار بشكل مبسط وعميق في نفس الوقت الحمد لله كانت كانت تحضير جيد جدا وقدمنا لورشة عمل جميلة انا واخوي المبدع نواف عمد الله شاركنا المبدع هشام السكران الموزع الموسيقي وقدمناها طبعا الفنانين الكبار اللي قدموا اللوحة اللي هو السادة محمد عبد فنان العرب والأساتذة عبد المجيد عبد الله وماجد المهندس وراشد الفارس ونجمتنا الواعدة داليا يوم بالعساب دينا دولة التموحيد أشرقت شمس الكسيرات نورها البعيد نورها عتل زمن نور كل يوم يزيد ورايا سعودية طول زمن حية التاريخي الجدد وعزومة تتهية 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 الحقيقة ما زلنا الفترة هذه إلى الفترات الماضية قاعدين في فترة تحضير مستمر لكل جديد الحقيقة عندي جديد متواصل مع زملائي الفنانين من نجومنا الكبار إلى فنانين الشباب الحقيقة وما زلنا في ورش العمل في التحضير والإعداد وبعضنا في التحضير النهائي وبعض بعض العمال دخلنا في التنفيذ رح أكون إن شاء الله متواجد في جديد النجم ماجد المهندس في جديد النجمة العربية أصالة نصري في جديد النجم راشد الماجد إن شاء الله قيد التحضير مع النجم عبد النجيد عبد الله ونجم رابح سكر ومجموعة أخرى من الشباب نجومنا الشباب نجموعة أخرى من الجميع سيرت الأفضل منك يا وطن أفخر في الرجال اليوهبوا لك عمرهم وأكثر كل قفر فينا تعلم ترسهم يكبر راية سعودية طفل الزمن حية تاريخي الجدد وعزومة تتهيأ 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 يا سعودية شكرا زميننا حسين على هالتقرير الجميل واللي يعني فيه شخصية مميزة جدا مثل الشاعر أحمد علوي شكرا أكيد لكم وأكيد نتمنى لك اللي توفي